وأذهب إلى مراسلنا هناك سهيل الشاعر مراسلنا في واشنطن سهيل ما صورة لديك؟ أبدو أن مظاهرات خرجت لديكم نعم هذه المظاهرة جاءت عفوية وجاءت للاحتجاج على المجزرة التي شهدها المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة نحو ألف متظاهر تجامعوا هنا أمام البيت الأبيض لتعبير عن غضبهم والمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي وما وصفوه بالتطهير العرقي لقطاع غزة ونددوا بالموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل في هذه الحرب واعتبروا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شاريك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ناتانياهو في هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني هذه التظاهرة بدأت قبل نحو نصف ساعة من الآن نحو ألف شخص لبوا هذه الدعوة ولا يزال هناك العشرات يتوافدون إلى هذا المكان للمشاركة في هذه التظاهرة تجدر الإشارة إلى أن بعظم الأشخاص الذين توافدوا إلى هنا من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمسلمة كما أن هناك بعض من أبناء الجالية اليهودية أو اليهود اليساريين المعايدين الصهيونية والذين رجعوا إلى هنا للتعبير عن رفضهم عن ارتكاب مجدرة بهذا الحجم باسم اليهودية وبياسم قناعاتنا الدينية هذه التظاهرة تعتبر تظاهرة عفوية تنبت بشكل عفوي دون أن يكون هناك وراءها أي جهة رسمية داعية كان هناك بعض النشاطين الذين قالوا على صفحات التواصل الاجتماعي أننا سوف نتجمع في هذا المكان وبالفعل تجمع عدد كبير من أبناء الجالية العربية والمسلمة والفلسطينية واليهودية كذلك جاءوا جميعا لتلبية هذه الدعوة هناك الكثير من اللافتات التي تطالب تحرير فلسطين الكثير من اللافتات التي تطالب وقف إطلاق النار في قطاع غزة طيب هل من أصداء لإلغاء القمة الربعية التي سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن في عمان وأيضا إلغاء زيارته بعد إلغاء هذه القمة نعم كانت هذه بالنسبة للكثيرين كانت هذه مفاجأة حيث أن البيت الأبض كان قد أعلن في بيان سابق أن الرئيس الأمريكي سوف يلتقي كل من العاهل الأردني ورئيس المصري ورئيس السلطة الفلسطينية وسيكون هناك قمة ربعية في عمان لبحث سبل تأصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة ولكن البيت الأبيض قال في بيان لاحق أنه بسبب الحداد الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعودته من عمان إلى رمالة تم إلغاء هذه القمة فبالتالي الزيارة هذه ستكون زيارة فقط لتقديم الدعم للجانب الإسرائيلي وسوف يتم الحديث خلال اللقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي والمسؤلين الإسرائيليين في تل أبيب والقدس سيكون هناك حوار حول سبل تقديم الدعم الأمريكي وقد يتم التطرق إلى تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة طيب ماذا عن وسائل الإعلام الأمريكية كيف تتناول الموقف الأمريكي من هذه الحرب الدعم الأمريكي لهذه الحرب استمرار وأيضا زيادة وتيرة عنف العدوان الإسرائيلي على القطاع نعم، الوسائل الإعلام الأمريكية للأسف الشديد تميل بشكل كبير للرواية الإسرائيلية في الأحداث هي تتبنى المواجد الإسرائيلي يعني حتى بعد استهداف المستشفى سهيل؟ نعم، للأسف كان هناك متحدث ديفيد بتريوس وهو متحدث عسكري أو مسؤول عسكري سابق في البنتاجون كان على شاشة CNN وقال إذا كان أمامي روايتين أحدهم لحماس والأخرى لإسرائيل فأنا بالتأكيد سأصدق الرواية الإسرائيلية لأن إسرائيل هي ديمقراطية فهذا كان هو الموقف الذي يتبنىها الكثير من الأمريكيين للأسف ولكن في الوقت ذاته كان أحد المذيعين في قناة CNN خلال لقائه مع ماك ريجف المستشار لنتنياهو كان يسأله عن هذه الهجمة على المستشفى وسأله قائلاً أن إذا كان هذا الصاروخ كما تدعون صاروخ للجهاد الإسلامي أصاب بالخطأ المستشفى فصواريخ الجهاد الإسلامي لا تسبب هذا الحجم من الانفجار وهذا الحجم من الخسائر فهناك نوع من التشكيك في الرواية الإسرائيلية ولكنهم لا يتحدثون عنها بشكل مباشر لا يزال هناك للأسف بوسائل الإعلام الأمريكية الكثير من الميل للجانب الإسرائيلي والكثير من تداول للرواية الإسرائيلية بدلاً من الرواية الفلسطينية وتجدوا الإشارة إلى أنه حتى الآن لا يمكن أن نتحدث عن وجود أي مراسل أجنبي لأي وسيلة إعلام أمريكية داخل قطاع غزة هناك الكثير من المراسلين الإخباريين يتواجدون في المناطق الإسرائيلية ولكن لا يوجد أي مراسل أخباري في قطاع غزة ليسيان أو لن بي سي أو لسي بي اس أو لأي من القنوات الأمريكية الإخبارية الكبرى في أوروبا يعني على رأسها فرنسا منعت المظاهرات التي تكون متضامنة مع فلسطين وأيضا بعض العواصم الأخرى وحتى يعني من يعلن تضامنه مع فلسطين بأي إشارة يعني تقوم بمحاسبته على ذلك وبتغريمه أيضا يعني هل ذلك يتكرر أيضا في الولايات المتحدة أن المظاهرة أي أي مظاهرة متضامنة مع أي كان تخرج عاد نعم الدستور الأمريكي يكفل حرية التظاهر وحرية التعبير وبالتالي هذه التظاهرة التي ترينها أمامك والتي يراها المشاهدون أمام البيت الأبيض هذه التظاهرة تخرج حملة العالم الفلسطيني وتندد بموقف الرئيس الأمريكي من هذه الحرب الدائرة على فلسطيني قطاع غزة ولا يوجد أي مشكلة طبعا هناك تواجد أمني لحماية المكان ولكن لا يوجد أي تعامل بين وسائل الأمن والشرطة والمتظاهرين المتظاهرون هنا يصلون بحرية كاملة وهم يرددون الشعارات بحرية كاملة دون أي تدخل من أي جهات أمن وجميعهم يحملون العلام الفلسطينية ويرددون الشعارات المعادية للصهيونية والمعادية للموقف الأمريكي من فلسطيني قطاع غزة والموقف الأمريكي في هذه الحرب الدائرة هل تخرج أيضا مظاهرات أخرى متضامنة مع إسرائيل؟ نعم بالتأكيد هناك الكثير من التظاهرات التي خرجت تضامنا مع إسرائيل وبشكل خاص في ولايتين يورك وفلوريدا هناك عدد كبير من اليهود يقيمون في هتين الولاياتين وهناك أيضا الكثير من المسيحيين الأصوليين الذين يعتبرون وجود إسرائيل هو وسيلة لعودة المسيح إليهم فبالتالي هم يؤيدون إسرائيل لأسباب أصولية دينية وجميع هؤلاء يقومون بتظاهرات مؤيدة لإسرائيل وللتعبير عن غضبهم مما يصفونه بالهجمات الإرهابية التي تستهدف الإسرائيليين هذه التظاهرات تختلف بحجمها من مكان لآخر كانت هناك تظاهرة قبل نحو أيام هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤيدة لإسرائيل حضرة نحو 200 شخص ولكن في مناطق مختلفة كنيورك وفلوريدا تكون التظاهرات بحجم أكبر بكثير من هذا هل ينتشر هناك أيضا خطاب الكراهية ضد المسلمين ضد الفلسطينيين يعني ربما في اليومين الماضيين قد تابعت مواقع تواصل إجتماعي سهيل وهو بعد مقتل ذلك الطفل ذا الأصول الفلسطينية على يد مسن أمريكي نعم لا يمكن أن نتحدث عن وجود خطاب كراهية بشكل مباشر ولكن ما يجري حاليا هو أن يتم بشكل كبير كما ذكرت لك في وسائل الإعلام يتم تبني الرواية الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية بشكل كبير تنزع الإنسانية عن الفلسطينيين بشكل كبير وعندما يتم تداول هذه الرواية الإسرائيلية وتحدث عن الفضائع التي ارتكبها المقاومون الفلسطينيون بحق السكان المستوطنات التي كانت في غلاف قطاع غزة فالكثير من المؤيدين لإسرائيل سواء كانوا يهودا أو من المسحين الأصوليين يشعرون بالغضب ويرغبون باتخاذ مواقف للانتقام من الذين ارتكبوا هذه الفضائع حسب رؤيتهم لكن لا يرون الأطفال يعني سهيل يعني أي بشر ربما يتملكه ذلك الحزن ذلك الألم لما يرى طفلا يعني أي كانت جنسيته أي كان دينه أو ملته يعني هذا طفل يعني ألا يتملكهم أي مشاعر للغضب للحزن للأسى على أطفال غزة بما أن أغلب الشهداء في غزة هم أطفال للأسف يتم تبني الرواية الإسرائيلية حيث يقولون أن حماس تتخذهم دروعا بشرية أو أن القافلة التي كانت تحاول مغادرة شمال غزة إلى جنوبه تصفتها حماس من أجل أن تجعل إسرائيل في موقف سيء أمام الإعلام العالمي أو حتى الخبر الأخير أن الجهاد الإسلامي أسقط صاروخه بالخطأ في المستشفى فدائما هناك رواية إسرائيلية جاهزة وهناك تبني لهذه الرسالة أو لهذه الرواية الإسرائيلية وبالتالي يتم إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني أو على المقاومة الفلسطينية بدلا من إلقاء اللوم على الجانب الإسرائيلي يعني هذه تعتبر من أبرز المشاكل لذلك أذكر لك على سبيل المثال إذا تابعت قناة CNN المحلية التي تبث هنا في الولايات المتحدة وهي تختلف عن قناة CNN التي تبث عالميا قناة CNN في الساعة الإخبارية يكون هناك حوالي أربع أو خمس معلقين إسرائيليين وربما يكون هناك محلل أو سياسي فلسطيني في هذه الفترة الإخبارية فبالتالي حجم الحجم الطغطي أو حجم المساحة الممنوحة للفلسطينيين للتعبير عما يجري في أراضيهم ومناطقهم وما يتعرضون له ليس بنفس الحجم الممنوح للجانب الإسرائيلي أو حتى للأمريكيين الذين يعيدون الجانب الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر